كاربون أنيو عزيو سيارة صنبي ميتا ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كويسين انا سارة وانت بتتفرجوا على درس جديد من قناة هانجوجو بالعربية كرام شجا كابشدا طيب لو انت اول مرة بتتفرج على دروس المستوى المبتدئ ففي درس واحد فايتا المفروض تشوفوا الاول وبعد كده تشوف الدرس ده خلينا عطود نشوف درسنا النهاردة بتتكلم عن ايه طيب النهاردة هناخد نهاية الجملة الكورية اي دا لو تفتكروا الناس اللي حضرت معايا الداس اللي فات احنا قلنا ان الجملة الكورية لازم 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 هتنتهي بواحد من ثلاثة الفعل لو هي جملة فعلية فالفعل بيجي في النهاية او صفة لو هي جملة بتوصف حاجة فالصفة بتيجي في اخر الجملة او اي دا الفعل اي دا او كلمة اي دا النهاردة بقى هنستكشف مع بعض اي دا والدرس ده هيعتبر من اهم الدروس اللي هتدرسوها لحد ما توصلوا حتى الاعلى لفل في الكوري لان هو بداية استخدام اي ان كان مستواك لازم هتستخدمه خلينا على طول نشوف طيب اي هي اي دا بقى بالعقل كده احنا مرة اللي فاتت تكلمنا على الجملة الفعلية والجملة الوصفية اللي عايز اوصف حاجة اتبقى ل ايه الجملة الاسمية فانا كده ابتدأ ترجم لدي نهاية جملة اسمية بستخدمها هي من ملحقات الجملة الاسمية اي دا وبستخدمها عشان اعرف الاسم في الجملة زي ما نقول كده بالعربي هذا يكون طالب او هو يكون طبيب او مثلا هذه تفاحة هذه تكون تفاحة فالمعمل الحرفي اليدا هي فيرب تو بي بالانجلش او فعل يكون ان يكون هذه تكون تفاحة من الشرط في الجملة انا بقول تكون انا بقول هذه تفاحة على طول بس كده كده فعل الكينونة مفهوم من الصياغ هذه تكون تفاحة هذا يكون طالب هو يكون معلم او اي اسم تاني بعرفه بالاستخدام الصيغة دي فعندنا هنا مثالين لو مثلا عايز اقول هذا يكون رجل هقولها ازاي احنا هذا يكون هو درسنا النهاردة اللي هو ايدا فعل يكون هو ايدا طيب يا سارة رجل احنا عارفين ان هي بالكوري نامجا فلما اجي اقول الجملة كاملة هقول نامجايدا هو يكون رجل او هو رجل او هذا رجل او هذا يكون رجل طيب تاني مثال عندي بيقول هو يكون معلم احنا عارفين يا سارة ان معلم يعني ولو عايز اقول فعل الكاينونة ده هيبقى هو معلم او هذا معلم هذا يكون معلم فتمام بس يا سورة مش انتي قلت هنا الدرس اللي فات ان النهاية ده دي معناها ان الفعل في صيغة المصدر صيغة القموس هو انا هستخدمه في الجملة عادي هقول لكم برافا عليكم لا اكشلي الجملة دي هي في صورة بدائية صورة مش صح ولكن انا هتها لكم بما انكم لسه مبتدئين عشان بس تفهموا قطع البازل اللي بنحطها جنب بعض عشان نكون جملة ولكن في الطبيعي وانتو بتتكلموا هنصرف ايدها على حسب الزمن بتاحها كاي فعل عادي خالص فخلينا نشوف ازاي دلوقتي هنبتدي نشوف تصريفات ايدها انتو من خمس ثواني بالزبط وكنت رسا مبتدئين بس خلاص دلوقتي انتو اجبرتو ومحتاجين تعرفوا شوية تصريفات بسيطة كده اليدها وهي على الاقل تصريفات زمن المضارع طيب لان ده يعتبر اكتر زمن هتتكلموا به خصوصا كمبتدئين انا عندي النهاردة شكلين ليدها شكلين لتصريف ايدها في المضارع طيب ليه شكلين يا صورة هو زمن واحد ليه شكلها بيتغير هقول لكم عشان زي ما انتو عارفين او لسه لو في حد بيعرف المعلومة دي الاول مرة اللغة الكورية عبارة عن درجات او صيغ من الاحترام لو بتسمعوا دراما هتلاقوا كتير اوي كلمة امي دا امي قا امي دا سمي دا وهتلاقوا برضو اي ايا 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 هتلاقوا نفسكم بتسمعوا كلمة دي كتير اوي هي دي بقى ايدها بس على حسب صيغة الاحترام فانا عندي اول صيغة هي صيغة الاحترام الرسمية ودي اعلى درجات الاحترام في اللغة الكورية هستخدمها مع المدير بتاعي في الشغل هستخدمها مع اي حد منصبه اعلى مني هستخدمها بيستخدموها في الأخبار بيستخدموها في الجرائد والمجلات فعشان كده دي أعلى صيغة طب يا سارة ما نيجي نصرف إيدا شكلها هيتغير إزاي بقى في المضارع في أعلى صيغة الإحترام هقولك يا سيدي لو أنت بتقول جملة خبرية جملة مصبتة مش سؤال يعني جملة خبرية عادي إيدا هتتحول لإمنيدة إمنيدة طيب أمال بقى لو بتسأل هتتحول لإمنيدة يعني يا سارة أصدك لو أنا هقول مثال واستخدم فيه فعل الكينونة إيدا لو هو جملة عادي هخلي إيدا إمنيدة ولو هو سؤال هخلي إميدة هقولك بالضبط هو ده تعالوا نشوف اليامن أو الأمثال أول مثال عندي بيقول ساجوة إميدة هذه تفاحة هذه تكون تفاحة ساجوة إميدة بس كده أيوة بالضبط بس كده بتجيب الإسم وتروح حاطة بعديه فعل الكينون طيب لو عايزة أقول هذه فراشة فراشة يعني نعبي نعبي إميدة هذه تكون فراشة أو هذه فراشة طيب على الناحية الثانية مكتب هذا مكتب هذا طالب هذا قلم يا سراء ده الموضوع سهل أين فوش حاجة ده أنا بجيب الإسم وحطها بعد دي ويبقى خلاص كده يتعمل الجملة أيوة بالضبط أنت بس بتغير شكلها لو أنت بتكلم مع حد في صيغة احترام فوق قوي حد عايز تحترمه قوي بتخليها إميدة طيب لو عايزة أقلب بقى كل الأمثلة دي أسئلة بدل إميدة هخليها إميكا مع علامة استفهام ورفع نبرد صوتي ساجو إميكا هزيه تفاحة هل هزيه تفاحة الشخص هيرد عليك يقولك نا أيوة ساجو إميدة أيوة دي تفاحة طيب لو عايزة أقول هل هذا طالب أو هل أنت طالب هقول هكسين إميكا هل أنت طالب هيرد علي هكسين إميدة أيوة فعلا أنا طالب و يومبير إميكا هل هذا قلم هيرد يقول لي نا يومبير إميدة هيحاولها لدى عشان هي جملة خبرية الرد بيبقى جملة خبرية والسؤال طبعا بيبقى جملة استفهامية طيب خلاص يصور احنا كده عرفنا أعلى صيغة الاحترام طيب أما بقى عن صيغة الاحترام الغير رسمية أو الأقل شوية في الاحترام ودي بنستخدمها مع الناس الأقرب لنا شوية وده ممكن يكون مثلا والدين في البيت المعلم المدير بتاعي في الشغل حد أول مرة بقابله والكوريين عموما كده حتى لهو أصغر منهم مدام شخص لسه بتعرف عليه أو لسه بتعامل معاه في المرات الأولى فلازم بستخدم معاه صيغة الاحترام وهي صيغة الاحترام الثانية دي طيب قولنا بقى يا صارة تصريف اي ده ساعتها هيبقى عامل ازاي أنا عندي تصريفين إي يي يو ويا يو أو يعني إي ي يو في الجملة الخبرية ويا يو في الجملة الاستفهمية هقول لكم لأ الاثنين في الجملة الخبرية والاثنين في الجملة الاستفهمية اي ده ازاي خلينا نشوف هنا في تقسيمة مختلفة شوية إن إيدا في صيغة الأحترام الغير رسمية لو الاسم جه أخر وحرف ساكن بتتحول لإيايا ولو الاسم جه أخر وحرف متحرك بتتحول لجايا خلينا نشوف اليامن أو الأمثلة فمسلا هنا عندي تشيك سانج منتهية بحرف ساكن اللي هو الإينج أما يحول بعدي إيدا عشان أعرف الجملة هتبقى تشيك سانج إيايا طيب حاك سينج اللي هي طالب برضو أخره إيا لما يجي أكون جملة مفيدة أو أعرف الاسم في الجملة هقول هذا يكون طالب هتبقى حاك سينج إيايا وأخيرا يامبيل اللي هو الألم الرصاص لو عايز أعرفه أو أقول يكون قلم هقول يامبيل إيايا طيب يسارة تمام فهمنا شوي تعالوا بقى نشوف الييايا ده لو الاسم انتهى بحرف متحرك بمنتهى البساطة فمثلا عندي ساكوا يي يو تفاحة نابي أخيرها حرف برضو متحرك نابي يي يو فراشة أموني يي يو هذه والدتي أو هذه تكون والدتي أموني يي يو في صيغة الاحترام الغير رسمية طيب يسارة ما هي كل دي جملة خبرية أمر الاستفهام بقى في الحالة دي بتبقى إيه الاستفهام كل اللي بعمله ان انا بحط علامة استفهام في اخر الجملة وبرفع نبرد صوتي شوية فهتبقى حاك سينجي يو انت طالب هيرد عيقول نا هي الجملة نفسها بالزبط بحط علامة استفهام وارفع صوتي تحولت لسؤال فدي ممكن الصيغة دي ممكن تكون سهلة بالنسبة لناس كتير منكم ودي كمان الصيغة اللي أعتقد أغلبكم هتستخدموها لو ربطوا تتكلموا مع كورين وكده أغلب الناس بتستخدم الصيغة دي يعني فزي ما احنا عرفنا هي إي يو 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 على حسب الكلمة متابعة بحرف سيكن أو متحرك ولو عايزة أقلب الجملة لسؤال برفع نبرة صوتي وبحط علامة الاستفهام بس الموضوع بقى بسيط وفهمنا دلوقتي شكلين تصريف إيدا في المضارع سواء لو عايزة أتكلم بأعلى صيغة الاحترام أو الصيغة الأقل منها شوي تعالوا نسبت المعلومة أكتر ونشوف دهوة أو محادثات قصيرة طيب أول مثال عندي بيقول بمعنى ماذا ماذا تكون يعني أنا بشاور على حاجة مثلا بقول إيه ده زي ما انتم شايفين في صورة هنا شنطة طيب فكروا كده من غير ما تبصوا على الإجابة شنطة والكوري يعني إيه للي درس الكلمة يعني طيب وانا بقى عايزة أرد أو أعرف كلمة كابانك باستخدام إيدا لكن في تصريف المضارع اللي احنا لسه أغدينه السؤال بأعلى درجات الإحترام فلازم أرد كمان بأعلى درجات الإحترام فهقول كابانك إمني دا عشان هي جملة خبرية السؤال كان إمني كا لأنه استفهام والرد هبقى بإمني دا لأنه جملة خبرية كاباني دا تمام تعالوا نشوف المسال الثاني لسه أغدينه حكسين إمني كا هل أنت طالب حكسين إمني كا هرد عليه وأقول له نا حكسين طالب أكون إمني دا عشان هي جملة خبرية والسؤال كان جملة استفهامية بكا والإجابة بدا جملة خبرية دي على صيغ الإحترام الرسمية طيب تعالوا نشوف لو عايزة أسأل حد أنت مين من يكون هذا أو بتسأل حد مين دا طيب من بالكوري قدت لإستفهام من اسمها دوجو نوجو وهنا عايزين نغير شوائيا نستخدم إيدة مصرفة في صيغة إحترام غير رسمية طيب يصارة نوجو منتهية بحرف متحرك فهيجي معاها يا يا وهرفع نبرة صوتي وهو حط علامة الاستفهام فهتبقى نوجو يا نوجو يا انت مين هرد مثلا عايزة أقول صديقي هذا يكون صديقي هقول شينجو صديق يقول يا يا عشان شينجو منتهية بحرف متحرك فبرضو حطينا يا يا تشينجو يا خلونا نشوف آخر مثال آخر مثال عندي بيقول كوهيانجي كوهيانج يعني مسقط الرأس أو المكان اللي الشخص تولد فيه فبيسأل كوهيانج أودي أودي يعني أين كوهيانج أودي يا أين يكون مسقط رأسك انت مولود فين فهيرد عليه أكيد باسم مدينة ويقول هذه تكون المدينة أو هي دي المدينة اللي تولدت فيه فأشهر مدينة في كوريا هي صبعا سول العاصمة فرد عليه قال له سول عايز بقى يقول تكون سول هيصرف إيده في المضارع في صيغة احترام غير رسمية فقال سور عشان سول منتهية بالريل حرف ساكن فتحاولت إيايا سور تعلي طيب أنتassemb بعد معرفتوا لدهوة اختاروا السؤال من الأسئلة د بس غيروا إجابته واسبوها لي في التعديقات لازم كونكوا تجربوا يا جماعة محدش يكس الموضوع ده بيفرق قوي في تثبيت المعلومة النهاردة هنقف لحد هنا خلصنا كل ما يتعلق بإيدة أتمنى تكونوا فهمتوا كويس ولو في أي سؤال تسبهولي تحت في التعليقات كمان وتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع صحابك اللي لسه بيبتدوا رحيتهم مع الكوري وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله اشتركوا في القناة